سعياً لتحقيق تكفل عادل وإنساني يحمي كل الأطراف مهما كان موطنهم أو جهتهم تبنت الجزائر مقاربة شاملة ورؤية جديدة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال الاعتماد على المحاور القانونية والتنموية والإنسانية حيث بات تجاوز المقاربة التقليدية التي تقتصر على الإجراءات الأمنية والإدارية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية أمراً حتمياً يفرض التركيز على المعالجة العامقة للأسباب الفعلية والجذرية لتنامي الهجرة غير الشرعية خصوصاً وأن المنظومة المعقدة من الترتيبات اللوجستية والإمكانيات المادية الضخمة الضرورية لمعالجة هذه الظاهرة تستوجب دعماً متواصلاً من مختلف الفاعلين المستفيدين من نتائجها لضمان ديمومتها ونجاعتها الجزائر تبذل جهوداً تتعدى الالتزامات المتعلقة بتعبئة موارد بشرية ومالية ومادية معتبرة وتعمل على توفير أحسن الظروف الإنسانية للمهاجرين غير النظاميين الذين يصلون في كثير من الأحيان إلى التراب الوطني في ظروف صحية متدهورة ومزرية لا سيما الفئات الهشة على غرار الأطفال والنساء